السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله خيء للسلام خيء للسلام خيء للفلام خيء للفلام أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين خلق أبانا آدم من طين وَجَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينَ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَأَكْرَمَهُ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ أَمَرَ مَلَائِكَتَهُ الْكِرَامَ بِالسُّجُودِ لَهِ إِذْهَارًا لِفَضْلِهِ وَإِشْهَارًا لِأَمْرِ أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ عَلَى نِعَمٍ تَتْرَى وَآلَى إِنْ لَا أُدْرِكُ لَهَا حِسْرًا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَكِيمُ فِي صُنْعِهُ الْعَلِيمُ بِخَلْقِهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ المبعوثُ رحمةً للعالمين فبلغ البلاغ المبين وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى خلفائه الراشدين وأصحابه العلماء العاملين والهدات المهتدين أخص منهم أبا بكر الصديق ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وعمر الفاروق الذي أعز الله تعالى به الدين ونصر به المسلمين وعثمان الذي كانت الملائكة تستحي منه وعليا أبا الحسن أول سابق إلى الدين وقامع الكفرة والمشركين وأثني بالصحب الكرام أجمعين ألحقنا الله تعالى بهم غير مبدلين ولا مغيرين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم هذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عبادي فإن حق الله تعالى على عباده أن يتقوه حق تقاته فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين عباد الله إن دين الإسلام الذي أكرمنا الله به ووعدنا على تحقيق أسمى الغايات في الدنيا وأرفع الدرجات في الآخرة قد بني على أسس وقوائد مترابطة وإن بين قوائده الرقينة المتعدين فوها والساري أثرها في المجتمع عمارة المساجد المساجد بيوت الله عز وجل فيها يعبد وفيها يذكر وهي منارات الهدى وأعلام الدين شرفها الله عز وجل وأظمها بإضافتها إليه فقال عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قال جل شأنه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي توجهوا إليه وحده بالعبادة والدعاء وأحذروا الشرك بسؤال غيره وإنما تبنى المساجد للصلاة وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والتقرب إلى المولى والذل بين يديه والرغبة فيما عنده من الثواب والخشية من غضب إن عمارة المساجد من أعظم القربات إلى الله وتكون عمارتها ببنائها وتنظيفها وفرشها وبإنارتها وإمدادها بالمياء الطاهرة للتيسير على المؤمنين والله عز وجل يحفظ عمار المساجد المتعلقة قلوبهم بها المواظبين على حضور الجماعات فيها يحفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم كما جاء في الخبر عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد فليحب المساجد فإنها أفنية الله أبنية أذن في رفعها وبارك فيها ميمونة ميمون أهلها محفوظة محفوظ أهلها هم في صلاتهم والله عز وجل في حوائجهم هم في مساجدهم والله من ورائهم وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وإن زائر المسجد يكون في رعاية الله ورحمته ما دام جالسا فيه مراعيا آداب الجنوس منصرفا بقلبه إلى الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمهو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضع على المكارح وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله عباد الله واخشوا واذكروا أنه سبحانه يحسي علينا كل قول وعمل وأن الإنسان مجزي بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا فطوبى لمن اتقى ربا وندم على ذنبه وراقب الله في السر والعلانية فطوبى لزوار المساجد المتعلقة قلوبهم بها العاملين على عمارتها وحافظوا على أداء الصلوات في المساجد وطوبوا إلى الله وصلوه العفو والعافية في الدنيا والآخرة نزل ورطوبوا إلى طلب الله وحافظوا لي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر سيد المسلمين يؤولون الاوفرارة في المزل الأسدر 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 والعرفة كأن من أنسطرسة التحية في أحضر الرقم لقب إلى المواقع من الحالة من الأسدر الأسدر المقبلة التي يأتون أن تساقر في الرياضة تعالى et non de chercher à préserver quelques prébandes que ce soit. Yuhanii falyouhib ashabi A kun immuamin kera alem muhammadu Kikaaka leka sahaba u fayda Wa man ahabba ashabi falyouhibba alquoran Kun immuamin kera leka sahaba u fayda Kika ke alquoran abbayin fayda Wa man ahabba alquorana falyouhibba almasajid falyouhibba almasajid A kemanin muhammin kera alquoran abbayin fayda Ala kirako quutik leamba Kika ke missroofa da Kika ke missroofa da ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الحمد لله الذي جعل الجنة لمن أطاعه وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا وَالنَّارَ لِمَنْ عَصَى وَإِنْ كَانَ حُرًّا قُرِيشِيًّا أحمده سبحانه بجميع محامده التي لا يبلغ المحصون لها تعدادا وأشكره على نعمه الوافرة وخيراته المتكاثرة شكرا يليق بعظمته ومجده وسبحانه هل تعلم له سميا وقد أخبر الهادي الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان فاشهدوا له بالإيمان ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارضى اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارضى اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر آداء الدين واخمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واخفز أئنتنا وولاة أمارنا واجعل اللهم ولايتنا في من خوفك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اهدنا إلى ما تحبه وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا مهدياً إلا من هديت ولا ضوالاً إلا من دللت ولا معصوناً إلا من عصمت ولا غنياً إلا من أغنيت ولا فقيراً إلا من أفقرت ولا مستوراً إلا من سترت نسألك اللهم أن تسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحان رب العزة عما يصفون وسبحان رب العزة عما يصفون وسبحان رب العزة عما يز Lyn وسبحان رب العزة عما يصفون اشتغوا صفوفكم واعتدلوا وسد الخلل إن تصوية الصفوف من تمام الصلاة أي سفوت له أي فنان شودته الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضالم آمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما سمي الله لمن حميد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين آمين تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرُسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً اللَّهُ أَكْبَرُ سميء الله لمن حميد ربنا ولك الحمد اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة